وإحنا خدناها بقى بالتفصيل ده اللي هو مكتوب في اللايحة يبقى أنت بتشجع النهاردة البني آدم اللي بيفقد عصابه ويتدخل بهذا الشكل مع الحكم مش هيقدر يقول أنا النهاردة ناو ألمسه بس النهاردة لا مش هلمسه طالما الاشتباك بدأ الكلام دوت انت بدأت ايديك تطلع اتجاه الحكم انت اتجاه الحكم انت بدأت تمدي ايديك ولمست الحكم دي كرسة لو حصلت بأي حتة في العالم في أوروبا وتخيل بقى ولو في حد بيتجاوز على طول العقوبة بتبقى في ساعتها وحضريك قلت كلام مهم جدا يعني خلاص انت بتتكلم من واحد عمل مشكلة قبل كده وتكلم بشكل سيء جدا والموضوع والناس غمضت عنيها لايه عشان الناس غمضت عنيها من الاول يا كابتن هاني مفيش الول وسط يعني مفيش مرة ان انا اسامحه اسامحه ليه مفيش حرس ما انسامح اه ده شغل اضغلت تحت عقب وفي جدول للعقوبات في كثيرة من الأوقات بيكونك فيه كلب الميكيلي يعني شفنا قبل كده مثلا مثلا في ماتشات وديه ما كانوا قبل ما نرجع قبل الكورونا تم ايقاف فحرس الانتحاد السكندري الهيس في مباراة وديها تلات مباريات في الدور الممتاز عشان تجاوز نفس الوقع ارتكافها محمود علاء ولم يتم التوقيع وقب عليه محمود علاء بيعتدي على لعب اصوان قدام الدنيا كلها ولم يحدث ايه شيء